مقالي ومقاله شراكة في حب الوطن بالألم اللي مع المهندس عدلي أو ألم تاني تم توقيع جزء من مجموعة شراكات مهمة جدا بين النادي الأهلي وشركاته المتخصصة شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلي للخدمات الرياضية وشركة الأهلي للإنشاءات الرياضية وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية هذه الشركات مع مختصين ومتخصصين من مجموعة العرجاني جروب تم توقيع البرتوكولات المختلفة بين الأهلي وهذه الشركات أو هذه الأطراف التي تتضمنها هذه المجموعة الوطنية في شراكة هذه في حب الوطن مبدئيا وأنت في قلب الحدث المهم أريته إزاي وتفاصيله إيه؟ شوف عشان كده أنا قلت أفاق جديدة لنسل الأهلي يهاصل بها التحليق في طبقات جديدة أخرى كيس النادي الأهلي واجه صعوبات وتحديات ولكن الحقيقة الغريب في شأن الأهلي ورجالاته إن كنت لما تيجي تحاصر الأهلي في شيء وكأنك تستنفر إلهامات إن يخرج بحلول أفضل النهاردة النادي الأهلي مين ده؟ إيه؟ أو النادي الأهلي بقيادة كابتل محمود الخطيب برحف لفين المراضي ده مش عقد رعاية جماعة عقد الشراكة هذا عقد تعاون يصل إلى حد الشراكة ودي بداية دي بداية؟ آه طبعا بداية لأن الإمكانات في هذه الشراكة تسمح بأنك تروح لمسائل أوسع وأرحب تمام مجموعة العرجاني هي مجموعة قوية أو العرجاني مجموعة بتشتغل في عدة مجالات مختلفة مقاولات سياحة يعني حتى بتالي في التصنيع مجالات متعددة جدا وهي مجموعة قوية وتتمتع بالثقة وهي يعني نجم من نجوم الإقصاد القوية دلوقتي في المجتمع المصري تمام الشراكة معاهم راحت لحتة تانية لأن أنت عملت شركات عايز تفعلها وتتوسع في تفعيلها من خلال مؤسسات راصخة تستطيع أنك تستفيد منها مش بس من ناحة لوجستية لا من ناحة الإقصادية وده الأهم يعني أنت الوقتي معاهم بتاخد وبتديهم بتديهم براند وبتاخد منهم نوهاو وبتاخد منهم شراكة إقصادية قوية محتاجها جدا 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 في هذا التوقيت توقيت يشهد العديد من التحديات محتاج أنك أنت إقصاديا أن تبقى بسرعة ملفات تحسيمها والموضوع زي ما قاله الكابتن وزي ما حنشوف بعد شوية بدأ من سنتين والثقة جاءت من أن كل ما يلجأ الكابتن لمشروع متعسر الحقيقة الناس دي اشتغلت بلا توقف ودون انتظار يعني التسلسل المنطقي للحصول على المستحقات لأن هي المشكلة أنت عندك فلوس بس مش تحت إيدك هي ما عندكش سيولة فأنت النهاردة لما بتيجي بتتعاقد تعاقد من ملائة إقصادية سليمة أنت عامل عقود بأد كده تسمح أنك لو الكاشف لو أو الدفعات السيولة المالية بتاعتك منتظمة يبقى أنت بتاخد سياساتك في هذا الاتجاه فتيجي تتعطل السيولة دي أو ما تجيش موعدها أو تتشهد بعض المشاكل والعثرات تبقى عندك أزمة لأن فيه ناس بتنفذ على أرض الواقع عايزة فلوس وعليك فلوس عند ناس تانية وربما الاتنين بيتمتعوا بمصدقية كبيرة ولهم يعني مصدقية ليه ده مؤسسات الدولة أي فأنت لو تيجي تعمل كلمة حتى تقول إيه أنت ادفع ليه ده مباشرة ساعات ما بتعرفش تعمل دي ويا ما استنجدنا لو تذكر بوزير الشباب وبجهات يا جماعة عندنا قالينا فلوس ادفعوها في الحتة عشان نلحق نعمل افتتاحاتنا ونخلص جراءاتنا الكابتن قال بعض الأمثلة النهاردة فلما جالك حد بحجم العرجاني والكابتن تواصل وقال له يعني عندنا مشكلة عايزين نفتح الجراش ده لأنه مش بس يخص النادي خص منطقة مدينة ناصر مرتبط بالشوات الكباري والتصليحات اللي عملت مش السيولة لن تحدث إلا بإنك تعمل الجراش تعمل الجراش النادي والباركينج يبقى جوه أو الراكل كله يبقى جوه النادي مش بره النادي ومن هنا الراجل الحقيقة ما خيبش الظن وكان عنده حسن التوقع واشتغل وخلص وبعد كده يعني سداد المستعقات جدول وتم يعني إذن التناغم ده والثقة المتبادلة الثقة في الكفاءة في كفاءة الأداء والثقة والثقة المقابلة في صلابة موقف النادي الآلي وقدرته على الوفاء بالالتزامات بتاعته خلت طب نفكر بقى نشوف ابتدى لما جت مشاركة النادي الآلي في كأس العالم للأندية كان فيه شقين مهمين جدا شركات العرجاني تستطيع أن تساهم فيه مع شركة الخدمات السياحية والخدمات للنادي بتاعت النادي الآلي الوزير يحي راشد رئيسها لانشاءات الرياضية بعد كده لا المشاءات اللي لسه دورها ده جاي ده موضوع تاني كبير لأنه ده صلب التخصص لا صلب التخصص مش الشراكة لحد الوقت يعني هما شركة ضخمة جدا عندهم كذا شاركوا شركة سياحة 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 موضوع له بها خلال البطولة طلبها مؤسسة العرجاني أو العرجاني جروب وده اللي أنا مضيت عليه النهاردة تمام حزمة حزمة حقوق مقابل مبلغ يعني حيكون بإذن الله مرضي يعني وهكذا مع بقى هي أن تفاصيل أخرى ستأتي تباعا ودورها أن يعلن عنها الكابتل الخطير ترجمة نانسي قنقر